فضل حذامي محجوب ترجع بنا للجدل اللي أثرته تسريبات البي بي سي في علاقة بالاتصالات الهاتفية للرئيس السابق سين العبيدين بن علي وتتساءل هل هي محاولة جديدة لاستغباء التونسيين محمد عنا حتيش عندنا حتيش نستي كل عام يوم 14 جانفي يتطرح السؤال شنو وصار يوم 14 جانفي السناء بصفة خاصة يوم 14 جانفي تقرر أنه يتمسح بالتاريخ ويتغير بـ 17 ديسمبر وفي الحقيقة هالعركة هذية بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 هم نحبش ندخل فيها خطر تعني الاستفاف ولا تعني شيء أن الشعب التونسي غير المصطفين مع هذه الأطراف اللي كل واحد يجبد التاريخ توين سبسفة عامة لكلهم يعتبروا هذه التواريخ اليوم ونقول اليوم ونعرف شنو ونقول يعني تاريخ بداية تقهقر الدولة التونسية ودمار الاقتصاد الكل يحب يعرف الحقيقة الحقيقة يوم 14 جانفي شنو وصار هربنا عليه ولا شكون اللي عجل بخروجه هالأجبرة على الخروج في 2012 فمش برشة نيس خدمة على الحكاية هذية في 2012 موقع ناويت حاول أن يحصل على بعض التسجيلات ولكن أعطانا يعني تقرير ما فيش شيء مضمون بقدر ما فيه الكم وسجل يفهم برشة تسجيلات صارت بين أشخاص وخاصة سيد كميل الطيف عنا كذلك فيلم الفرار من قرتاج اللي هو فيلم وثيقي قامت به قناة العربية قام به الأعلمي محمد العليمي محمد هدي الحنيشي وإخراج مديح بالعيد اللي هو التقريب هكا معناها استرجاع لكل لحظات هذي كانت المهم السنة بي بي سيد قد منها مضمون هالتسجيلات هذي أو بالأحرى أنا نقول بعض التسريبات الهاتفية معناها مايش الكلها مش التسجيلات الكل الناس الكل تتسائل منين جيت هذي والحال أنها ينبغي أن تكون المسألة عند القضاء العسكري باعتبار أن مؤسسة المؤسسة العسكرية هي اللي معناها كانت موجودة في القصر وسيطرت على القصر بعد خروج الرئيس بن علي عنا صحافي اللي هو منجي الخضراوي قال إينا عملت البرنامج بديت نحضر في هالبرنامج هذا من سنة 2020 وبعد عرفت على بعض الشخصيات على أساس بش نقدمه بعمل التحقيق بش نقدمه في 14 جام في 2021 معناها في سنة الفارطة وعرفت على بعض الشخصيات كما الأستاذ عابير موسي والجنرال أحمد شابير وهم قال أعطيتهم يعني طلعوا على هالمكالمات وشكوا في يعني اللي صوت بديه غريب ثم أشكون يقول كذلك البي بي سي بعلاقاتها الخاصة اللي هي قناة قوية وقناة حرافية ومهنية وكل شيء بعلاقاتها الخاصة كانت عندها يعني الطيران الإنجليزي كان عنده علاقة بطيارة بن علي وربما هو خذهم دي ريكت تو نعرف المهم المهم أن نحب نعرف هاللي سيفتح تحقيق في هذه المسألة خلينا نعرفه وخاصة أننا اليوم نعرفه لهناك تطبيقة اسمها جينيراتيفا دفيرايل نتورك في هذا الذكاء الاصطناعي نجم تعطيها محمد مثلا الصوت متاعنا وهي صوت هذيك ترجعوا في محادثة اللي تتسمى ديب فيك تريتمينت المهم هي أن البي بي سي معناها ما قصرت شيء قالت أكدت أنها تثبت من المسألة وتثبت من هالتسجيلات هذية خلال سنة كاملة وإنا الحقيقة نحب نقول هالمكالمات هذية زيدا علش فما أسألة حارقة تطرحها علش هالتسجيلات عندها عام ما خرجت كنليو ما نجموش نتصوروا اللي هي في عام كامل قاعدين يثبتوا فيها كمام فما خبراء اللي نجموا يخدموها المسألة في شهر ولا في أسبوع ولا حتى في بعض الساعات السؤال الثاني شكون حتى يدو فريمون على المكالمات هذية وكيفاش وقع تسريبها لتسريبها كسواء للبي بي سي أو المنجي الخضراوي بسيفها مباشرة ما نعتقدش شخصيا هذه المكالمات اللي هي في قبضة الجيش التونسي كما قلت اللي تسيطر على قصار القرتاش كيفاش خرجت الجهة أجنبية اسكم من حق يعني هالتسريبات هذية باش تخرج الجهة أجنبية بتعالة القيام ربما ببرنامج استقصائي كما قال منجي الخضراوي وإلا هي بي بي سي تحصلت عليها بطريقتها وكانت تحصلت عليها بطريقتها اسكم هذية مش مسألة تهم الأمن القومي وهل تهم الرئيس السؤال الأكثر حرقة بالنسبة لينا علش تتعاملت معها بانتقائية وقصت منها معنتها اسكم شنية الرسالة اللي تحب علش تتقطعت الكلام علش وجهة الرسالة هذي يوم 13 جانفي علش شريت برنامج كامل ربما وتعمل لها برنامج كامل علش خليت المكالمات فقط مقطعة وخليت البرنامج ما قدمتوش تحليل بي بي سي للتسجيلات يسوق للأخوان جاية كما قالوا في التسجيل هما اللي عملوا الانقلاب في حين أن كلنا نعرفوا أنهم كانوا في الخارج ورجعوا بعد 4 جانفي التقرير يوري بن علي ويقول كريمان اللي هو ديكتاتور حكمة 23 سنيب قبضة من حديد ويقدم بن علي في حالم الافتراب والحيرة والهلع كأنه يستجدي في المعلومة من وزراء متاعه في لحظة أخيرة شنو الهدف من وراء هذا الأشخاص المعنيين ما تكلموش بكل وضوح رضا قريرة لاهيش فيه مريض كامال الطيف قال كلام مختار ومقتطع رشيد عمار قال اللي عندي يدليت به العدلة كلنا نعرفوا اللي بريطانيا أكبر داعم والانجليز يعملوا المناولة السياسية لأمريكيا وانا منحبش نتحدث يسر على نظرية المؤامرة ولكن هذي أسأل أنا اطرحها ويلزم التونسي يعرف شنوه صار بالضبط لأنه لأني عندي معلومة أننا نعرفها مثلاً ومنعرش هذي خرجت ولا لي لكن أنا نعرفها اللي راشد الغنوشي نهارتلي رجاع لتونس في 30 جنفي 2011 وقع استقباله كل استقبال البطولي وقبل البدرو علينا وكل جاي في طايرة تابعة لبريتش ايرويز والطايرة هذي وفرت هالو الخارجية البريطانية الخارجية البريطانية مكنت لأشخاص اللي جايوا معاه من كما يقولوا هما في انجليترا معانتها وفخيد لبخانسيس وجايوا على متن الطايرة هذي اللي كانوا لكلهم منفيين ولاجئين من الإسلاميين فمن يقات استفهام كبيرة وخاصة للمؤرخين والسياسيين برشة الناس ربما يقولوا اليوم مش يهم نحنا شنوها صار شخصيا هذا مهم على خاطر باش يبين هاللي صار في تونس هو انتفاضة شعبية وربما تسقط كل البسرديات اللي تبنيت على أنهاء ثورة أن بفعل قوة إقليمية استغلت الغضب الاجتماعي وأخطاء النظام السابق وعن جهية العائلة عائلة بن علي وأصهار واستبدادهم باشتقل بالنظام هذا التوين سنحب ونعرفوه لأنه كيف نعرفوه وقتها تصير المصالحة الحقيقية ونعرفو أحنا تاريخنا وإن شاء الله المؤرخين يخدموا عليه وإن شاء الله فهنا لك تحقيق على هذه المسألة شكرا لك حذامي محجوب وإن كنت أنت طرحت أسئلة أكثر من اللي قدمت إيجابات لأنه الموضوع شائك شوية المعلومات شحيحة حاوله لكن أنا ما نشطركش رأي وإنه في 14 جام في جال خراب وجال دمار و14 جام فيه الإيجابي وفيه السلبي إذا كان الناس اللي حكمت بعد 14 انتخبوهم متوينس راو في 23 أكتوبر مليون ونص صوتوا للنهضة في جزء كبير منهم اليوم يدعمون قيس سعيد هو ما بيدهم نفس هذا الشعب غريب المزاج وغريب الأطور أنه الناس اللي حكمت ما كانتش في المستوى ما كانتش في مستوى الأمانة حاجة مش معناها الثورة حاجة خائبة ثنين البي بي سي كمؤسسة عالمية من حقها تخرج الخدمة متاحها الصحفية في أي وقت وأنا لا أعتقد أن البي بي سي تقف وراء مؤامرة اليوم أو أجندة لأنه الموضوع كان يفترض ما خلطوش غمهم الوقت التاريخ الأمثل اللي نشر مثل هذا العمل هو أربعة أجنف فتأجل بعام لأنها مؤسسة تحترم بروحها ولأنها مؤسسة تعمل استشارات قانونية ولأنه موضوع ينجم يخليها عرضة لتتبعات قضائية هل صاحب التسجيلات هو زميل منزل خضراوي نقول لك لا مش صحيح صاحب التسجيلات هو البي بي سي تحصرت عليهم من جهة أخرى بريطانية قد يكون عندها علاقة بجهة استخباراتية وقد يكون ما عنداش علاقة لكن البي بي سي تعاملت مع مادة صحفية كلفت بوات بروت في تونس وأنها باش تعد تحول التسجيلات هذيك إلى شريط وثائقي حول ما جرى في 13 و14 و15 جانفير لشريط الوثائقي ما تبثش ولكن البي بي سي اختارت تلك الصيغة قد يكون هناك بث لشريط وثائقي دور الزميل منجي الخضراوي كان في العمل الصحفي هذا لكن البي بي سي هي من تملك هذه التسجيلات وليس الزميل منجي الخضراوي اللي تفهم كلامه بالغلط هو دي جاء أكد قال راهو في كل تصريحاته قال راهو أخلاقياً ومهنياً راهو التسجيلات هذي على ذمة البي بي سي يعني تحبوا تسألوا البي بي سي في هذا الجانب سهلوا ورا ما نشأنا نجم نجاوب على العمل هذي فدور منجي الخضراوي والتوانس اللي خدموا في العمل هذي كان لإعداد شريط وثائقي صارت مقابلات مع عدد من الشخصيات وفما حاجات متعدادش ربما لدي الوقت على شوق الاقتطاع الاقتطاع هو المريب يا محمد يعني أنا عندي عندي تسجيلات بخمسة سوية مش نعمل عمل الصحفي مش نعديهم الكل اقتطاع مش خمسة تسجيلات لا 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 الاقتطاع يعني اقتطاع في بعض الكلمات وبعض فما رسائل كمام العمل الصحفي فيه رسائل وانتي صحافي ولا احدا يشكك وانا بصراحة بصراحة لكنها مدرسة حكومة لكنها ما نشطركش الرأي وانه هذي واربع تسجيلات وعنده علاقة بالاسلاميين والمخابرات البريطانية حتى ان كان هناك مؤامرة المؤامرة جزء من التاريخ وليست التاريخ قلو ربع تسجيلات هبتوا قدام الداخلية في مشهد واحد تسجيلات في مشهد ياسر ما يتمحاش من ذكرتنا حتى اذا كان بعد اربع تسجيلات عشنا انحرافات ما يعنيش وانه اليوم نرجم واربع تسجيلات ولا نقلل من ناس اللي خرجت واعتبار انه هذا ربيع عربي مخطط هذا خريف عربي فما انتفاضة شعبية فما انتفاضة شعبية موجودة اي نظرية المؤامرة اي لكن فما كذلك والدليل والدليل وانه الفرنسيس والامريكان كل الجهات الغربية اللي كانت في تونس اقرى مذكرة صفير الفرنساوي اللي كان في تونس اي اقرى ما صدر عن الخارجية الامريكية لكل هم تباغتوا لكل تطور الاحداث انه تقولي داخل السلطة صارت حاجات غام ذري اليوم ممكن تخلينا نفهم واربعتها الجانفي على انه انتفاضة شعبية زائد حركة ماء انقلاب ماء داخل اجهزة النظام تونس تعيش في محيط اقليمي راو فما تعيش في محيط اقليمي وكيف تقرأ انت مثلا الرابور متاع صفارة المانيا يعني البريطانيين هم اللي طيحوا بن علي وبعثونا الغنوشي بيشيحكم في تونس ما طيحوش بن علي اما بعثونا الغنوش والبريطانيين هم اللي دمغجوا ومليون ونص مشاو صوتوا للنهذا نهار 23 اكتوبر ثم تاريخي قول او انت مصوتش للنهذا نعرف ما تصوتش للنهذا وخليل ما صوتش للنهذا لكن فما مليون ونص نهار 23 اكتوبر صوتوا لحركة النهذا بحثونا الغنوشي مطيحوش بن علي اما بحثونا الغنوش تي ما خيارات الشعب التونسي يجب يتحمل المسئوليات نفس الشعب لانتخب البيشي في 14 ونفس الشعب لانتخب قيس سعيد ونبيل القرم فيه في 19 مشكك فيها وهو سيد الرئيس اليوم يقول انت خبت وقاعد تزييفها بنيمشي نشدوكم معا هو موضوع للمتابعة انا نقول لك فما انتفاضة الشعب التونسي ذيقى ذرعا وفما انتفاضة ولكن بعثونا الغنوشي الغنوشي كان مكونش والدليل على ذلك انه بعد 25 جوليا مواصل الاستقواب الاجنبي يلا نمشي وفاصل قصير ورجعي